الحلاقة تعزيراً والاعتداء على الأطفال في صنعه هذه آخر تقليعات ميليشيا الحوثي وحلقة إضافية في مسلسل القمع وفرض السيطرة على مظاهر المواطنين وحرياتهم الشخصية منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على جزء كبير من الجغرافيا اليمنية حاولت ميليشيا الحوثي إظهار نفسها بمظهر المدافع عن حقوق الناس ومصالحهم لكن مع مرور الوقت ظهر للناس الوجه الحقيقي لهذه الجماعة وبرز الأنموذج الطالباني كحقيقة واضحة لا تقبل المخاتلة قبل أيام نفذ الحوثيون في صنعه حملة لإحراق ربطات عبايات النساء بغرض فرض لباس معين على اليمنيات فيما يبدو السنساخا حرفيا للتجربة الإيرانية في فرضها مظاهر محددة ومصادرة الحريات الشخصية وحق الناس في اختيار طريقة حياتهم وملابسهم في محافظة إب نشرت الميليشيا تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة بمنع بعض قصات الشعر والاقتصار على شكل معين للمواطنين ومن يخالف ذلك مهدد بالاعتقال وإغلاق محله شيئا فشيئا تظهر ميليشيا الحوثي أنموذجها الداعش تجاه حريات المواطنين ومحاولة قولبة المجتمع على مظاهر معينة ولو قسرا فلم تعد جماعة الحوثي الحركة الفتية أو الجماعة العلمانية كما كان يزعم بعض المثقفين إبان انقلابها تحاول الميليشيا إسباغ مبررات أخلاقية ودينية على ممارساتها الكهنوتية ضد المجتمع وحرياته الفردية لكن عصر العولمة والسماوات المفتوحة اليوم يجعل مهمة ميليشيا الحوثي أكثر صعوبة وهذا ربما يفسر لجوء الحوثيين إلى قطع خدمة الانترنت مؤخرا والحد من استخدامها من قبل المجتمع غير أن هذه الانتهاكات يفسرها البعض بأنها مجرد إلهاء للرأي العام من قبل الميليشيا لتواري خلفها جرائم أشد سوءا وأكثر نقمة بحق اليمنين